أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تسخير جميع الإمكانات من أجل سرعة إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة كما أنها تعد بوابة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة جاء ذلك خلال اقتماع مدبولي مع وزير القهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملة مشاهد الاجتماع متابعة خطة الربط القهربائي مع عدد من الدول المجاورة فضلا عن استعراض خطة ترشيد استهلاك القهرباء في ظل أزمة الغاز عالميا وجهود الحكومة لتصدير الفائد لديها